يا سراقة ابن مالك يا سراقة ابن مالك يا سراقة لماذا بقيت في بيتك ألم تسمع عن إعلان القبائل أي إعلان هارب محمد من مكة وأعلنت قبائل قريش أنه من يأتيها بمحمد حيا أو ميتا فله مئة ناقة مئة ناقة نعم ومن كرام الإبل وقد انطلق الفرسان في كل مكان بحثا عن محمد وصاحبه أبي بكر الصديق فرسان؟ أي فرسان؟ لا فرس غيري يستطيع أن يأتي بمحمد وصاحبه حقا فلست مجرد فارس ماهر بل أنت خبير في قص الأثر والله لن تذهب المئة ناقة لأحد غيري في منورة ذكية سلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق طريقا إلى يثرب لم يتعود عليه أهل قريش فلم يستطع فرسانهم اللحاق بهما إلا سراقة ابن مالك كان سراقة ذكيا وتوقع هذه المناورة من الرسول وبالفعل وصل إليه ورآه عن بعد ها هو محمد وصاحبه والله إني لأرى المئة ناقة أمام عيني يا ويلي ما هذا كيف غاصت قدم الفرس في الرمال قال أبو بكر استجاب الله لدعوة الرسول يا سراقة حتى لا تلحق بنا كل صاحبك يدعو الله أن ينقذني من المهد غرقا يا هذه الرمال ولن أصيبه بأفا قال أبو بكر دعا لك الرسول بالنجاة يا سراقة الآن أستطيع أن أنال من لأخذ المئة ناقع أيتها الفرس الملعونة ماذا أصابك ثانية قال له أبو بكر دعا عليك الرسول ثانية لما أخلفت وعدك لنا لن أخلفه ثانية أدعو لي يا محمد بالنجاة وخذ متاعي وزادي وسلاحي قال رسول الله ليس لنا حاجة بزادك وسلاحك فهل أدعو الله أن ينجيك في مقابل أن تسلم يا سراقة لن أسلم ولكن أعدك بأن أرد عنك الناس من ورائي حتى لا يصل إليك قال الرسول حسن يا سراقة هذا عهد بيننا خذ فرسك وارحل من هنا سأرحل سأرحل ورب الكعبة هم سراقة بالرحيل فاستوقفه الرسول وناداه يا سراقة يا سراقة أم تحسر أنت على المئة ناقة؟ وماذا تفيدني المئة ناقة؟ لو غصت مع الفرس في الرمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن يا سراقة سيعودك الله عن المئة ناقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ أنا ألبس سواري كسرى ملك الفرس أقوى وأغنى ملك على الأرض رد الرسول بكل ثقة وإيمان نعم يا سراقة ستلبس سواري كسرى انصرف رسول الله وصاحبه أبو بكر وظل سراقة مندهشا مما حدث له يفكر في هذا الوعد الغريب الذي وعده به محمد بن عبد الله سوارى كسرى أنا ألبس سواري كسرى يا له من وعد عاد سراقة إلى مكة يفكر في وعد الرسول له بسواري كسرى وفي وعده للرسول بأن يرد عنه أهل قريش ولا يخبرهم بمكانه يا سراقة هل لحقت بمحمد وصاحبه؟ لا لم ألحق بهما ولم يلحق بهما أي من فرسان قريش كيف استطاع محمد أن يهرب من بين أيدينا؟ يبدو أنه دعا ربه بالنجاة ماذا؟ تقول دعا ربه؟ وهل يستجيب رب محمد لمحمد؟ وهل يقدر على أن ينجيه منه؟ لا أعرف دعني وشأني ماذا حل بك يا سراقة؟ لا بد أنه يتحصر على المئة ناقة دارت الأيام وفتح الرسول مكة عاد إليها زعيما بعد أن خرج منها طريدا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تقبل الله طاعتك يا سراقة تقبل منا ومنكم يا بلال كنت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام كان سعيدا أنك أسلمت بين يديه فور عودته إلى مكة الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة حدثني رسول الله عن الجائزة التي فاتتك عندما عجزت عن أن تلحق به في رحلة الهجرة أما زلت حزينا على المئة ناقة والله يا بلال إن الدنيا كلها عند الآن لا تساوي قلامة من ظفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ودارت الأيام دورة ثانية وفتح المسلمون بلاد فارس وعادوا منتصرين إلى المدينة المنورة يحملون الغنائم ليسلموها إلى أمير المؤمنين في ذلك الوقت عمر بن الخطاب هل ستضع يا أمير المؤمنين كل هذه المجوهرات في بيت المال؟ قال عمر نعم يا بلال لينتفع بها المسلمون جميعاً وإن سعادتي بأمانة الجنود في تسليمنا الغنائم أكثر من سعادتي بالغنائم نفسها أتعجب يا أمير المؤمنين من أمانتهم؟ لقد تعففت فتعففوا ولو سرقت لسرقوا قال عمر الحمد لله أن جعلنا أسوة حسنة يا أمير المؤمنين قبل أن تضع غنائم الفرس في بيت المال عليك أولاً أن تعطيني حقي منها قال عمر مندهشاً وما حقك يا سراقة؟ سوار كسرى زادت دهشة عمر وسأل سراقة مستنكراً ماذا تقول؟ أتريد سواري كسرى لك وحدك؟ هذا ما وعدني به رسول الله عندما فشلت في اللحاق به في رحلة الهجرة وخسرت المئة ناقة حقاً يا أمير المؤمنين هذا ما سمعته من الرسول بنفسه وشهد أبو بكر عليه وما زال عمر يتمتم مندهشاً سوار كسرى والله لن أتنازل عنهما أبداً بسم الله الرحمن الرحيم وعظ الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنى صدق الله العظيم ألن تنام يا سراقة؟ أخشى أن يأتي رسول أمير المؤمنين فيجدني نائماً أما زلت تنتظر سواري كسرى؟ ليس لقيمتهم المادية ولكني ظللت سنين طويلة أريد أن أرى وعد رسول الله ليه وقد تحقق بالفعل وهل سيوافق عمر على أن يمنحك هذين السوارين الثمينين؟ سأظل أطالبه بهما مدى حياتي من بالباب؟ افتح يا سراقة أنا بلال بن رباح بلال؟ سوارى كسرى يا سراقة أرسلهما إليك أمير المؤمنين يا الله والله ما فرحت بشيء مثلهما قط الحمد لله رب العالمين ها هي بشارة الرسول لك قد تحققت وها هو عمر بن الخطاب قد أصر على أن يفي بوعد رسول الله لك عليه الصلاة والسلام